الموقف اليوم حرب أوكرانيا وربع الساعة الأخير يبذل الرئيس الأمريكي جو بايدون وإدارته كل جهودهم لمنع انهيار أوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خريفة العام المقبل لكن كل شيء يقول إن الانهيار يقترب فكل المساعدات العسكرية الأمريكية والأوروبية لم تنفع لتمكين الجيش الأوكراني من شن هجوم معاكس فشلت كل محاولات إطلاقه وكل محاولات الإيحاء بأنه قد بدأ وخسر الجيش الأوكراني خلال هذه المحاولات وحدات النخبة فيه بدأت روسيا خطة إقفال منفذ أوكرانيا على البحر الأسود وتحولت أوديسا إلى هدف دائم للصواريخ الروسية ويعتقد الأوكرانيون أن وقف اتفاقية الحبوب من جانب موسكو مرتبط بذلك بأسباب كثيرة ليس بعيدا عن هدف التوجه نحو أوديسا في المرحلة اللاحقة من الحرب بدأت علامات الإنهاك على البنية البشرية للجيش الأوكراني تظهر في العجز عن الثبات في المواقع التي يتم التقرب إليها بينما أصبح الحديث عن نفاذ الدخائر مشتركا بين الأوكرانيين وقادة دول الغرب وحلف الناتو خصوصا فيما يتصل بقذائف المدفعية الذكية التي تشكل عمادة الحروب الغربية وقد استهلكت أوكرانيا كل مخزون الناتو والدول الحليفة تظهر خريطة القصف الروسي أن الحرب تدخل مرحلة التمهيد لمعركة وشيكة في الوسط والغرب عبر التركيز اللافت على استهداف كييف وليفيف وأوديسا وفي سياق استهداف مراكز الوقود وخطوط القطارات وتجمعات التدريب والذخائر بينما تبدو الرسائل النارية الأوكرانية رغم تسببها بالخسائر لروسيا أنها تعويض ناري عن العجز عن شن هجوم بري ذي قيمة وتأثير يتحدث خبراء عسكريون في الناتو عن خطورة نهاية العام ومطلع العام الجديد كموعد لظهور التراجع الإكراني وبدء التقدم الروسي الكبير إنه ربع الساعة الأخير